ملاحقات تصل إلى حد التصفية الجسدية تثير مخاوف واسع لدى الصحفيين في العراق الذين يواجهون ضغوطات وترويعا من جهات رسمية وغير رسمية طبعا بالعراق العمل الصحفي جدا صعب أصبح لوجود ملفات فساد كثيرة تتعلق برموز أصبحوا خطوط حمراء لا يمكن للصحفي أن يصل إلى تلك الملفات أو لا يمكن فتحها ليس صعبا للوصول لكن صعب تناوله وصعب نشرها بالتالي الصحفي سيتعرض إلى تهديد تهدد حياته هو وعائلته وخلال الفترة المحصورة بين مايو 2020 ومايو 2021 وثقت جمعيات الدفاع عن حقوق الصحفيين أكثر من 270 حالة انتهاك 77 حالة في العاصمة بغداد وحدها تليها محافظة كاركوك ب36 حالة ما يزال الثوب الصحافة في العراق مرقعا ممزقا ما بين التضييق والخناق والاعتقالات والاعتداء والترهيب اليوم الكثير من الصحفيين تركوا هذه المهنة وأصبحوا يلجأون إلى مصدر رزق آخر أكثر أمان اليوم الصحفي بالعراق مهدد لا يستطيع أن يفتح أي ملف يثير الرأي العام أو ملف سرقة أموال أو تهريب أموال لأن هذه الأموال تابعة إلى أحزاب وإلى جهات متنفذة الانتهاكات ضد الصحفيين لم يقتصر منفذوها على الجماعات المسلحة فقط بل بعض الجهات الرسمية أيضا فرغم أن حرية التعبير يقفلها الدستور فإن العام المنصر مسجل 13 دعوة قضائية أقيمت من قبل مسؤولين ضد 13 صحفيا تتهم بعضهم بالتشهير وأخرى يعتبرها كثيرون كيدية مخاوف الصحفيين تمتد أيضا إلى غياب الأمن الوظيفي الذي يعد واحدا من أشكال الانتهاك ضد العاملين في مهنة المتاعب بعد تسريح العشرات منهم قسرا من قبل مؤسساتهم غير الخاضعة للمحاسبة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية حيدر الأسد سكاينيوز عربية بغداد